السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم رضا احمد يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل موديل الطاقية اللي انتو شفتوا سوريتها في اول الفيديو الطاقية معمولة بخيط قطيفة اللي هو الهملاية بتاخد تقريبا شلتين هي تاخد شلتين فاطل حاجة بسيطة جدا يعني حاجة لا تذكر فهي تعتبر تاخد شلتين اللون اللي انتو عايزينه هاشتغل بابرة مقاس خمسة ونص هنحتاج مقاس وهنحتاج الابرة التنظيف اه قديني قلت المقاس والخيوط عشان الناس اللي بتولي لازم اقول معيني مش مقتنع بالكلام دوان بس يلا مش مشكلة انت اقدارت اشتغلي باي خط بس يكون تخين شوية الموديل ده كل ما كان الخط تخين كل ما كان الموديل شكله احلى مع القطيفة جميلة وشكلها جميل قوي في اللبس حلوة خالص نبدأ مع بعض ان شاء الله وخطوة خطوة ويارب يعجبكم الشرح ونبدأ مع بعض زي ما اتفقنا قبل كده زي ما احنا بنعمل الطاقية ازاي اه بناخد الدوران بتاع الراس من هنا كده من فوق الودن على طول وباللف بيه تمام اهو باللف بي كده خلاص بناخد كده واللف الناحية التانية لغاية ما ناخد المقاس اللي انت عايز زي سواء هتعملي بقى مقاس لحد كبير مقاس لحد صغير انا دايما بكرر الكلام في كل فيديو عشان اللي ما شافش فيديو قبل كده وصادف ان هو شاف الفيديو دوا فيبقى اي اه عارف ازاي ياخد مقاس اللي طاقية سواء كبيرة او صغيرة بتاخد المتر بالشكل ده وتبتدي تقسي من فوق الودن وتاخد داير ما يدور الناحية التانية بيطلع اي مقاس انت بتشتغلي على المقاس بالمتر مش بعدد الغرز عدد الغرز هنشوف الغرزة اللي احنا هنعملها وبعدين نعد ونشوف زكات الغرزة زوجي او فردي او زي ما احنا عايزين لكن احنا كبداية بنعمل سلسلة بطول اللفة اللي احنا لفناها دايت تمام انا هعمل مقاس دلوقتي الدوران دون عبارة عن خمسة وخمسين سنتي هنعملها خمسين سنتي افضل عشان الغرزة دي بتمط شوي اللي انا هشتغل بيها هعملها على خمسين سنتي بقعنا كده هبدأ بسلسلة خمسين سنتي زي ما قالتلكم هنشتغل بخط قطيفة عشان القطيفة نادر قوي لما بيلاقي له غرز تبقى تبقى حلوة فيه هنعمل اول هنبتدي نعمل وطبعا بنحتاج معنا الحاجات دي احنا قلنا هنشلها بقى كده على جنب هنبدأ نعمل عودة البداية هنسيب جزء طويل شوية كده هقول لكم ليه بعدين وهبتدي اعمل عودة البداية هي موجودة برضو على القناة هبتدي اسحب كده اهو هدى كده عودة البداية طبعا الخيط دون بتشتغل بيه بيبقى صعب انك انت تفكيه فحاولي بصي على الشغل الاول عايزة تنفزيه بخط تانية يفيش مشكلة بس كل مكانة الخيطة تخينها شوية كل مكان الموديل ده بيبقى شكله افضل واحسن هنبتدي احنا مش هنعد طبعا احنا هنعمل هنعمل ستين قصدي خمسين سنتي يعني احنا هنعد بالسنتي مش هنعد بعد الغرز انا مش محتاجة عدد غرز معين لان انا هعمل غرزة بسيطة وسهلة مش محتاجة عدد غرز معين شايفين انا هعمل ايه بقى في حركة جميلة كده هعلمها لكم انا بعد ما هعمل السلاسل دي هضم الشغلة على بعضه فهعمل ايه عشان ما تجيش تبقى ملوحة مني وانا شغالة انا بعمل كده خلاص تمام بروح دخلة كده اهو هدخل كده قصدي من ورا خلاص وابتدي اخلي ده كده وادخل فيها كده انا كده كأني هقفلها شايفين مظبوطة ازاي فانا هعمل ايه هبتدي بقى اعد العدد اللي انا عايزاها شايفين هبتدي اعد كده انا دي خلاص اخليها سبتة هنا عشان في الاخر خالص اروح سحباها ما يبقاش عندي الشغل ملوي انا ممكن اعملها السلسلة وبتدي اعدل بقى وتاخد معي وقت لكن انا كده هوا اندخلتها هنا خليتها هي سبتة معي وابتدي اعد اعمل عدد السلاسل اللي انا عايزة عنا دلوقتي عايزة خمسين سنتي هاخد خمسة وعشرين لان انا تانيها على بعضها كده هبتدي اعد كده لغاية موصل للخمسة وعشرين سنتي اللي انا عايزة كده اعملت المياس اللي انا عايزة تمام اسطوك المياس اللي انا عايزة بتايسي زي ما انت عايزة اصغر اكبر زي ما انت عايزة ميزة لانا هالله انا عملته كده الاول حطيت الخد دو انو paid انو الخداطيه يخرج معي مع دول ازاي شايفين مش محتاج ان انا هقعدا بقى اا اي اا وا Relative وازبت الائدية اللي هتياجي في الاخر ما ماchuss على إنو ما الشغل هاتطلع ماسبوطة معي importance ارتفع ثلاث سلاسل ارتفع ثلاث سلاسل عاموض سلاسل كلها سلطة سلطة عاموض خلصتا سلطة نتحكم في الحجم الطائية بالمقاس اللي احنا عملنا الاول ادي اخر غرزة هبتجي اعد واحد اتنين دي الغرزة التالتة هدخل فيها تمام اهو هدخل في الغرزة التالتة اللي هي بداية الاول عمود ثالث غرزة في العمود الاولاني وهبتجي اعمل غرزة منزلقه هرتفع ارتفاع اتنين بس مش تلاتة لان انا هعمل عمود امامي العمود الامامي ارتفاعه اتنين بس مش تلاتة ده اول عمود اهو هبتدي اخد اول عمود العمود الامامي بتعمل ازاي اهو بانه بقى دخلين كده ونخلي الخيط قدام الابرة وهسحب الخيط واطلع واعمل شغل العمود العادي اللي بعدها برضه عمود امامي احتنا العمود العادي بندخل هنا انا العمود الامامي بدخل في الفراق وعدي من ورى العمود ده كده عمود امامي سأخذ العمود أمامي سأخذ العمود أمامي سأدخل العمود أمامي عمود امامي فراغ جنبه و فراغ جنبه من هنا دخل في الفراغ و اخرج من الفراغ عمود امامي سطرين امامي سطرين امامي سطرين امامي 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 عمود امامي خلاص هبتجي بعد كده اهو دول اربع سطور عملتهم عمود امامي بعد كده هنعمل ايه هنرتفع تلات سلاسل واحد اتنين اه اتنين بس اصدر اتنين عشان هعمل عمود خلفي ارتفاع العمود الخلفي برضو سلسلتين اه هعمل عمود خلفي ازاي انا دلوقتي العمود الامامي انا عندي هو الفراغين بدخل من الفراغ ده بطلع من الفراغ ده لا العمود الخلفي بدخل من الفراغ ده بدخل من وراء من وراء الغرزة خلاص والابرة هي اللي بتبقى قدام العمود خلاص تاني مع بعض اهو بعم برتفع اه سلسلتين بس باجي الانا العمود الامامي كنت بدخل من الفراغ ده واطلع من الفراغ ده والعمود يبقى قدام الابرة لقد بعد الوقت انا هدخل من الفراغ ده من ورا من خلف الشغل كده واخلي الابرة هي اللي قدام العمود واطلع من الفتحه التاني وامل اعمل عمود خلفي انا كده هعمل عمود خلفي اهو بدخل في الشغل من ورا الفتحه الفراغ ده والفراغ اللي بعده كده ويبقى العمود ورا الابرة الابرة هي اللي هتبقى قدام العمود خلاص اهو بلف شايفين اجي العمود اهو خلاص بدخل من الخلف وبخلي الابرة قدام العمود وادخل في الفراغ اللي بعدها دي غرزة العمود الخلفي عمود خلفي او عمود او بريد خلفي بريد خلفي او عمود خلفي زي ما تشوفوا الاسم انتو بتصموه ازاي تمام هكمل السطر كله برضو بنفس الطريقة عمود خلفي لنهاية السطر تمام هم اهو بدخل في الفراغ من ورا وبعد نخلي العمود قدام بعد ورا الابرة وادخل في الفراغ اللي بعده هكمل السطر بنفس الطريقة شايفين هدي اول البروز خلاص هكمل السطر عمود خلفي لغاية الاخر وارجع لكم داني نشوف هنعمل ايه كده خلصت نهاية السطر وبردو نهاية السطر سأقوم بتصموه عمود خلفي شايفين هتخل فيها كده انا مفيش عندي واحدة ثانية فانهو برضو هجيب من قدام العمود وارجع لها برضو منزلك بنفس الطريقة بنفس الطريقة من الغرزة الأخيرة نفس الطريقة برضو هجيب من قدام العمود برضو عمود نهاية السطر عمود عادي لغاية نهاية السطر ارتفع سلسلتين ارتفع سلسلتين ارتفع سلسل ارتفع سلسلتين ارتفع سلسلتين نجد عمود بالخلف و دمي العمود للعامود نكون لغاية نهاية السطر لو الشرح تعجبكم اعجبكم و تفعلوا جرس نكمل السطر الثاني ارتفع ثلاث سلاسل عمود العادي عمود خلفي و عمود أمامي نهاية الطاقية نهاية الطاقية ارتفع ثلاث سلاسل ارتفع طاقية بعمل سطر المقلوب وعادة فلتاقو عمود العادي عمود عادي بعد كده عمود عادي وبعد نسطر خلفي وهكذا لغاية ما وصل للطول اللي انا عايزة الطول اللي انا عايزة هقلل عنه خمسة سمتي وقف وبعد كده هنشوف هنتناقص ازاي وهنقفل الطائية ازاي هكمل لغاية الطول اللي انا عايزة وارجع لكم تاني كده وصلت للطول اللي انا عايزة زي ما قلت لكم عايزة المسافة ديت خلاص هي شكلها ضخم لكن هي في اللبس شكلها جميل قوي وبيتدفي جدا هنبتجي بعد كده الخطوة اللي جاية انا اخر اخر سطر عملته هيكون سطر اللي هو المقلوب اللي هو الخلفي فهتجي اعمل ايه هرتفع السلسلة اتنين تلاتة تلاتة كده هتجي اخد الغرزة اللي بعدها هعمل بقى هتجي اعمل التناقص هعمل عمود مش كامل وبعدين هاخد العمود اللي وراه وبرضو هعمله مش كامل وارح سحبه وبعد كده اعمل عمود عادي ان طبعا انا مش عايزة اناقص مرة واحدة عشان ما يبقى الشكل الطائية ملموم مرة واحدة فانا بنقص يعني بعمل غرزة عمود عادي وبعدين الغرزتين اللي بقى اللي وراها بنقص تناقص اللي هو العادي بتاعنا اهو انا كده عملت تناقص بعد كده هعمل عمود عادي وبعد كده هعمل التناقص التناقص اهو تاني بعمل عمود اخد بس اول اتنين واسيب الغرزة التانية ومش اخدها وبعدين اعمل العمود اللي بعده واخد اول اتنين وبعدين اخدهم كلهم مع بعض وبعدين اعمل عمود عادي وبعدين اعمل تناقص همشي بالشكل ده لنهاية السطر عمود عادي وتناقص عمود عادي تناقص لغاية ما خلص السطر اكمل سطر وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه كده خلصت السطر هبتدي اوصق ارتفع تلات سلاسل تاني واحد اتنين تلاتة هبتدي بقى اعمل تناقص على طول لو انت حس ان الطول معيك طلع قصير شوية اعملي برضو تناقص عمود تناقص عمود لغاية اه لنهاية السطر لكن بالنسبة لي الطول كده كويس فانا هبتدي اتناقص على طول كل غرزة وراها غرزة تناقص على طول يعني غرز كلها هيبقى فيها تناقص هبتدي اعمل تناقص لغاية ما تلم معي الطاقية خلص هشوف هرتفع كم سطر ونرجع اقول لكم هنقفلها خالص ازاي هبتدي اهو هالم الباقي كله الاسطر اللي جاية كلها هتبقى تناقص 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 لغاية ما تقفل الطاقية خالص اه بعد كده هون شي باورك زي ما انت زي ما قلت لو احنا عايزين نطول شوية يبقى احنا هنعمل واحدة تناقص واحدة تناقص لغاية الاخر هكمل التناقص ده ولغاية ما تقفل معي الطاقية وهنشوف هنعملها ازاي بعد كده نقفل كده اعملت تناقص ورا بعد لغاية ما وصلت للايه الفتحة البسيطة ديت خلاص هبتدي اعملت غرزة تسبيت غرزة سلسلة عادية وهبتدي اشد الخيط بالراحة عشان تعرفين طبعا القطيفة اي شدة فيه بتباز الدن فهو كده خلاص هبتدي اجيب ابرت التنظيف عشان اه ابتدي اقفل الطاقية تمام اهو هدخل بقى من جوة هقلبها اخد الخط لتحت كده وقلبها عشان الشغل يبقى على القلب كده تمام هبتدي ادخل في كل غرزة ورا بعد كده زي الشغل السراجة العادي خالص شايفين كل غرزة ورا غرزة كده بس بالراحة خالص عشان القطيفة بيتقطع بسرعة بس وبشد كده اهو هكمل اخر غرزة هنا ههو تمام بشد كده بس وبسبت بشكل عشوائي كده خلاص كده ستت وكمل اطيفة مستو الجميلة ان انا لما بربطه كده خلاص بيثبت يعني تمام برضو ايه للتأكيد كده اهو تمام وهنا اقطع كده هرجع بعد البداية اللي كانت هنا الاول شايفين فاكرين لما سبت خط في الاول وقلت لكم هنعملوه هنعملوه بنفس الطريقة اللي هي التزبيت برضو هندخلوك اهو بشكل عشوائي كده اهو كده اهو بصور عشان هي صغيرة هتمشيها انتي طبعا بس تخلي حتة اطول من كده شوية وهتمشيها انا برضو هقفلها وتبقى كده خلصت معانا الطقية يارب بش الشرح يكون اهو واضح اهي شكلها ضخم لكن هي طولها معقول كويس جدا طولها حوالي 35 سنتي هو ده الطول اللي بيبقى معقول يعني انتي عايز تطوليها زي ما اتفقنا براحتك عايز خليها اقصر من كده برضو براحتك وكده نبقى احنا قلصنا مع بعض الطقية الموديل الجميل ده وان شاء الله نتقابل في شكل تاني وموديل تاني واشكال كتير ان شاء الله اه ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اه تعليقات واشوف رأيكم في الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى